انظر يا حبيب، لكي تشتك في ايدك ومصطرتك في كيسك ومذكرتك في دمارك ومطوطتك في جيبك اللي يقول لك غشيشنه قطعه وقوعك تغشيش حد حضر يا مامي رشم أربعة جنيه بعد الامتحان تجيب لك إزاز كبير يلا يا ابني ربنا يموتك في هذه القسم من العام الامتحان الناس ما بقالوه متاشي حاجة كنت ترون بمعارضة هنا وفي هذا الوقت بالضبط يتلسل إنواء تتلامذة وطلبة النوع الأول هو الذي يبدأ البراباراتيون لا يبدأ المراجعة في الاشحال هذه دهرة سألة البراباراتيون النوع الثاني هو الذي لا تبدأ البراباراتيون ولكن الأول الذي يبدأ هذا كله وإن شاء الله سيقوم بجيب نقطة الظوية وحق هذا الوقت الذي مازال دهباً سيكون له انظر فيه ونجح فيه وما نجحه عادية سوف تقدر ان تنجحه بمعدل الذي هو الظوية يعني الوقت كافي النوع الثالث هو الإنسان الذي لا يبدأ و لا يبدأ مع أول شيء و لا يبدأ أصلاً إذا كنت تنتهي هذا النوع دعني معي حقاً هذا الفيديو حقاً في هذا الفيديو سأعطيك 5 طرق لكي تسقط في المتحان إن شاء الله لو أنت بعض النقاط التي سأعطيهم لك في الحدافر لهم لا تأتي بها لماذا سأتدوز للعام الجاي الدوري المحترفين تعظ بقل لعب مع الهوات والدوري الرمضاني لماذا سأتدوز إذا كنت تسقط فهذا الفيديو ليس لك صراحة كنت تريد أن تقول لك صافياً غير سير في حالك تستطيع شيئاً سير قدرش يعمل إلا أنك شيئاً مهم ولكن حقاً ما يريد إليه دعني معي حسن الأخير ذلك الفيديو حيث سأقول لك ما هم الجوائز التي تستطيعهم في الكاسد ويوتيوب سير على الله لكي عندما نطور عليك بثاف وعرف أنك لديك ثامين بثاف فستطيع أن تضيع في شيئاً مهمة ولا تضيع في شيئاً في حالك سنبدأ بالنصيحة 1 الأغلبية من المجددين بأن يريد أن يجبون نقطة جيدة وعرفين أن المجددين لا يوجد شيئاً سيحاولون ما يمكن أن يجريوهم سترس أو الثور سيحاولون أن يخددوا السترس لأنه يجريوه والسترس هو المجدد ولا يمكنك أن تركز في السترس وإنك تريد أن تجريوه ستتعرف فهم وإذا فهمت ستتعرف نجح وإذا نجحت هذا الفيديو لذلك سيكون لكي شيئاً إذن أول شيئاً هو انا مازال غير شهرة الامتحان انا مازال ما بديت صحابي سألو البريباريشون كورونار مهم ستريسة يا راسك بزيان وهكا غدت ضمن بانك ركحتل وكنت بغي تشددك الوريقات حدا موانا ينضار ودوهمون بانك ركت بريباري عرف بانك ركت شددت شي حاجة ان شاء الله سقط 100% الحاجة الثانية هي في البلاصة فينا غدت موانا ينضار نورمال موانا الناس كيبغيوا ينضار ويكونوا مركزين حقاش لا يبقى الوقت بزيان يحاولوا يمشون بشي بلاصة اللي هي مكالمية كي يركزوا انت عندك دمشي بلاصة اللي هي مكالمية خلب الالب لاصة اللي فيها الصداع في الدار اشي سر جمك يطلع للشريع موانا ينضار كيصيبوا الحلوات اللي عيدت سيرقلس معهم دردر معهم مره مره سكر وحفظ دروس ديال الاجتماعيات تلفازة اشياء على سيرقلس حداها انت احدى تلفازة جهتك البريباريشون احدى تلفازة ان شاء الله اي برنامج غيكون بادي وخلقك ما حملوش غتتفرش فيه جهت شهوات بلدي غتتفرش فيها جهت شهي برنامج ديال الطبخ غتتفرش فيه طيور جنة تفرش فيها مهم الدماغ ديالك غيحاول يخليك باش تدير اي حاجة غير باش مطبرة فهي يعني قلس لي احدى تلفازة وتفرج مع رأسك واللي هلا يقلب وهك ان شاء الله والله ستسقط نصيحة رقم 3 النصيحة رقم 3 هي الهاتف دخلت عليك بوجهه الله ولا تضعه بعيد دخلت عليك بوجهه الله وتضعه εκدي 5 ساعة سبسزرز او لا اريد ان تقوم بعمل تريحة البابجي نص ساعة او ساعتين ونصف قبل ان تكمل البراباراتيون اصلا الوقت ما زال شهاره صاحبي واشهار ارسي او ما ارسي او ما ارسي او ما ارسي او ما ارسي او الاسم هذا هو كل ما في حالك دبالتاهم هم المازال لا يبدو البراباراتيون اووالين ينجحون الى اغلبية دياله او او سيحيد او 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 سيحيد او ايضا لكي يركز على هذا ما يقرأ نصحها رقم 4 عندك نتفكر في مواليين الدار او تفرح مواليين الدار او تفرح الوالدة لا ايضا ان تقرأ من اجل هدف سيكون عندك اكتبه عندك يكون فيك النفس عندك تتعامل بالنفس انت نسا عليك النفس النفس أن تبعها لعبوز انت تقرأ بيدوني هدف ذهاب قريتي بهدف غير طوالك اعرف ليش انترف انتعامل او اردتك احتفال بعملاتهم او اردتك او يحسول رقمها و يجعلك على هذا الريح انت تفجع من المعاملات تسقط لماذا تفكر في موالي الدار للنصيحة رقم خمسة عندك يمشي شي واحد من هذوك الناس الذين بريبارين والذين يريدون لك الخير يقول لك اصبح بريبارين وترى المتيحانات الليدازو راه لو كانت ترى المتيحانات الليدازو و ترى تصحيح لهم و ترى احتمال كبير بأنك ستنجح حقا شراح المتيحانات يتعاودون و تصور ده بعد تصدق قريش امتيحان و يصدق على الأقل تحط منه واحد ججرة لساديل التمارن ماذا تصدق نجح؟ ماذا تتشي معناه فالله يرحم لك الوليدين للمتيحانات الليدازو لا تحاول تشوفهم قاع سير خدم ذلك التمارن اللي كانين في الكتوبة ماذا تبارك الله ما زل عندك الوقت قرأ قرأ التمارن اللي كانين في الكتوبة و ان شاء الله ما يكون غال الخير على حسابي ستدخل الورقة الامتيحانة ستشد الورقة الامتيحانة ستشوف ذلك شي غيجيك الشنوية ستخرج ستلقى شوف تيفي على برا وصور معهم كل ما تحطوه في الامتيحانات ما عمرنا ماشناه مزيان يعني سير قرأ التمارن اللي عندك في الدرس وماشي الامتيحانات الليدازو وحتى لو كان يضربك الشيطان و تقول اجي نضرب شي طلع على الامتيحانات الليدازو عندك دمش يتخدم ذلك شي بالورقة وستيله لا دوزعليها غير بعينك هكا السؤال الأول واقلة عرفتو شنا هو اه سنضرب فيه هذي و هذي و سنضرب فيه هذي و هذي صافي مزيان كي يقعب عليك الامتيحان دلسة ساعات كي تقول والله هلا سهل بالله هذا يعطي نصف عن دوزه كامل إذا كنت تقديرها هكا برافو عليك حقا الناس اللي بغين ينجحوه كيف يدرون الامتيحان و يكونوا فاهمينه يسدوا على رصم في واحد البيض و يضعوا رصم في واحد الموقف في حلارة يدوزوا الامتيحان يحيدوا التليفون بحدهم و يرقزوا و يشوفوا ذلك الامتيحان و ينزلوا عليه كامل و يشوفوا ما تصحيحهم بالورقة و الستيلو أما أنت عندك تقوم بعملها قلت لك الله يرحم لك الولدين لو كانت تقوم بعملها تصدق ناجح و أنا لا أريد أن نجح و أنا أعطيك النصائح حتى تسقط بل ما تحشم بنا الله يرحم لك الولدين فأنا نظن بأن هذه النصائحة رغم مكافيين لكي يجعلوك تسقط مئة بالمئة لماذا تريدك شيء نصيحة بونيوس؟ أنا أعطي نصيحة بونيوس حاول ما أمكن بأنك تقلب للملخصات التي تقوم بها من الناس و أخرين حقا هذه الملخصات التي تقوم بها من الناس نظر ما يفعله يشدون الدرس و كيف يفهمون الدرس و كيف يفهمون يفعلوا الملخص دياله انت لكي تحركنا مراحيل ستقوم بشد هذا الملخص ستقرأ هذا الملخص ستفهم فيه شيء شيء ستدخل دوز الامتحان و إن شاء الله بإذن الله ستضع الورقة خوية و ستخرج خمسة دقائق الأول تفضلوا هاكا إن شاء الله وبإذن الله ستسقط 100% و هذا الشيء الذي نقول لك ده براه ماشي جاي من فارغ ره جاي من تجربة شخصية تجربة شخصية ديال من؟ ديال هاد الحمار اللي كي هادر معاك العمل اللي ضيعته في الباك ضيعته هاكا عام كي يمشي لك من حياتك و أنت كتشوف فيه و فرحان حتى كي تبدأ تكبر شي شوية و عاد كي بدي تطلع معاك القالب فده براه مازال شهر للامتحان إلا بنت لك شهر بزاف حوله للأيام ردت لسين يوم و ستشوف بإن ره مبقاش بزاف لامتحان مبقات تشي حاجة ولكن اللي نقدر نأكد لك بإن هذه القترة كافية بإنك تنجح فيها في الامتحان كافية بإنك تجيب بها نقطة مزيانة و قد لقاك مازال ما بديتيش لمراجعة قاعها ستجيب بها نقطة مزيانة ولكن يستطيع أن تسيد نفس و إذا عرفتك كيف نضم وقتك أنا هنا باش نعاونك و مستعد بإنني ندير معاك شهر من فيديو في هات الشهر بإنك تجيب بوزن الامتحانات غير بالصح قليش نوم الحوايج اللي ينبلوكي هناك ما تستطيع بك تجيب سعدي ربما كناح موظف، و سأحاول ممكن لك لقى الجواب عليهم ندير فيديو و حاول شاركوه معكم بكل صراحة الغراط اللي كنت تحت فيه أنا لا أريدك التطاق فيه حسن см وهذا هو الهدف من هذه الفيديوهات اللي كنت ندرهم مكمن في هذه القناة فبالصح نقدر معك ذلك صديق أو أخ اله اذا كنت تستطيع بك مية يمانية أو تسعة أو البكالوريها أو لأفك و كانت شيئا هل يمكنك أن تقوم بها في طريقك و لا يجعلك أن تقوم بسيطة بسيطة قولها لي كتبها في كومنتر أو سيفطة لي في ميساج في انستغرام على رأس والعين و سنقوم بعمل خمسة ديال الفيديوهات و اخرين التي ستقدر دعاونك لتجيب نقطة جيدة وهذا الشيء كامل ليس لدينا هذا الشيء كامل ليس لديك نساء و لديك الهدف الذي قلناه قبيلاً الذي لا تدر به على الأقل لكي تفرح والديك هذا ننتجه ماذا سيقوم بوضع هم المصابقة جيداً أول مرحل ما سوى الشروط المسابقة في الهدف الذي قلناه على كاسة يوتيوب ليس في كل الفيديوهات ولكن في بعض الفيديوهات الذي سنقدر إلى أخير هو في الفيديو على الأقل في كل نفسه من هذا اليمونبور يعني في كل الفيديو واحد من السبعة التي تتوسع في الكاسة يوتيوب كان في وحدة لقطة من الفيديو وحدة رقم غيبان هذه الأرقام التي غيبانه ستقيدهم و ستجعلهم عندك ومن بعد سنشرح لك ماذا ستفعل بهذه الأرقام هذه الأرقام سنقوم بعمل صوخ و سحب و نظل بأن هذه الطريقة الوحيدة التي لديناها بأنها تستطيع أن تكون عادلة لكي نختار الناس الذين يغيرون هذه الجوائز ماذا هم هذه الجوائز؟ الجائزة الأولى هو التليفون بابس مع الديالوب الجائزة الثانية هي الساعة والجائزة الثالثة هي الطابلت جائزة هذه الجوائز شرط المسابقة خفاف طرف تفرج في الفيديوهات دعي الأرقام لديك و شارك في المسابقة بكل بساطة فمن هنا الفيديو الجائزة دعي أحسن جائم و أحسن كومنتر و اشترك هذا الفيديو مع الناس الذين يقرؤون معك أنا معك أميل بكوري السلام عليكم